اشتركوا في القناة القضية ابقوا معنا وإذا كنتم تشاهدوننا المرة الأولى رجاء لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل زر التنبيهات ولا تنسوا تتبعاتنا عبر حسابتنا السوشال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم بدون إطالة ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع وشارك معكم الخبر الأول والذي يتعلق بالمباراتين القادمتين للمنتخب الوطني جزائري أمام منتخب غينيا وكذلك أمام منتخب أغندا يعني لضمن التصفية الإفريقية المؤهلة لمونديال سنة 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا والمكسيك اليوم تعرفنا على ملعب إقامة المبارات الأولى داخل الوطن يعني محليا المبارات الأولى ستكون أمام منتخب غينيا وأكد لنا اليوم الاتحاد الغيني لكورة القادم على أن المنتخب الوطني الجزائري سيستقبل نظيره المنتخب الغيني في ملعب نيلسون منديلا يوم السادس من شهر الجوان المقبل سنة 2024 يعني هنا الاتحاد الجزائري لكورة القادم قد راسل الاتحاد الغيني لكورة القادم وأعلمه بهذه المعلومات وهو الاتحاد الغيني لكورة القادم يشارك معنا هذه المعلومات ورسميا المبارات الأولى ستكون في ملعب نيلسون منديلا بينما بالنسبة للمبارات الثانية عزي كرام أمام أغندا أغندا سيستقبل بنسبة كبيرة المنتخب الوطني الجزائري بالعاصمة كابالا في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الخاصة بالمونديال سنة 2026 يعني مش رسميا ولكن بنسبة كبيرة المباراة ستكون في الأراضي الأغندية لأنه سابقا عزيزي كيرام أكدنا لكم من مصادر جد ممثوقة وأيضا بتصريحات من رئيس الاتحاد الأغندي لكورة القدم هو أن الكاف لم تعطيهم الضوء الأخضر بها يحددن المباراة الدولية تاعهم في الملاعب الأغندية وبالتالي كانوا يبحثوا عن ملعب محايد والملعب المحايد اللي كان يحتضن فيه المباريات كان هو ملعب مراكش المغربي وبـ 99% المباراة كانت متجهة إلى أن تلعب في ملعب مراكش مباراة الجزائر ومنتخب أغندا ولكن اليوم تحرفنا على أخبار جد إيجابية هو أن المباراة القادمة أمام منتخب أغندا ستقام في الأراضي الأغندية عكس الأراضي المغربية واليوم قامت الاتحادية الأغندية لكورة القدم ببرمجة مباراتين تجريبيتين في ملعبها الذي تم تجديده مؤخرا وبعدها ستأتي لجنة الكاف لمعاينة الملعب من أجل تأهيله لاحتضان المباريات الدولية وفي آخر بيان للاتحادية الأغندية لكورة القدم عبر مواقع تواصل الإجتماع الرسمية الخاصة بها أكد بل أنه رسميا سيستضيف ملعب منديلة الوطني مباراة الدوري المزدوجة في الأول من شهر ماي وستشهد المباراة المختارة استضافة أربع أندية والأندية هم الظاهرة أمامكم اللي داروا مبارتين فيهم اليوم رعبوا مباراة واحدة وأكدت لنا الاتحادية أنه ستكون المبارتان بمثابة جزء من الأحداث التجريبية قبل إعادة الافتتاح الرسمي للملعب الخاص بنيلسون منديلة وتعتبر الأحداث التجريبية بعضا من متطلبات الكاف قبل منح الضوء الأخضر لاستضافة المباريات الدولية يعني هم داروا هذه المبارتين التجريبية فقط بهتج الكاف وتعطيهم الضوء الأخضر من أجل يعني بهي لعب المباراة الدولية في هذا الملعب وطبعا بعدما احتضنوا المباراة الأولى اليوم كانت هناك انطباعات إيجابية حول الملعب وبنسبة كبيرة ستؤهل الكاف ملعب نيلسون منديلة حسب إعلاميين هناك في أغندا لاحتضان مباراتها أمام المنتخب الوطني الجزائري والبوتسواني المؤهل للمونديال القادم وأما بالنسبة للأخبار التي تدولت مؤخرا على أن الكاف قد قامت فعلا بتأهيل الملعب الخاص بنيلسون منديلة الأغندي هذه الأخبار لا أسس لها من الصحة والاتحاد الأفريقية لكورة القدم لم يعطى التطوء الأخضر يعني في الوقت الحالي بحي يحتضنوا المباراة الدولية في هذا الملعب ولكن بالنسبة كبيرة ستلعب المباراة القادمة يعني في أغندا مباراة الجزائر والمنتخب الأغنس تقام في أغندا عكس ما كان عليه العادة أنها ستلعب في المغرب حاليا نمر إلى الخبر الموالي الخبر الموالي يتعلق بفلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الجزائري والذي عاد إلى الجزائر وشرع في زيارات لتدريبات الأندية المحترفة البداية كانت اليوم بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أي نعاينة فلاديمير بيتكوفيتش حصة شبيبة القبائل فريق الجياسكا وبيتكوفيتش سيشاهد عشية الجمعة تدريبات مولودية الجزائر بمركز التدريبات الجديد لزيرالدة على أن ينتقل الاثنين إلى مدينة خنشلة لمعاينة تدريبات اتحاد خنشلة ففلاديمير بيتكوفيتش حاليا يعاين الأندية وكذلك اللاعبين المحليين قصد استدعائهم مستقبلا للمنتخب الوطني الجزائري الأول حاليا نشارك معكم عزيزي كرام حقيقة الأخبار المتداولة في الإعلام المغربي بخصوص قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان وأيضا حقيقة الأخبار التي تؤكد أن الطاس رفضت طحن الجزائر المصادر المغربية واش أكدت؟ أكدت باللي أنه 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 أنهت لجنة الأندية التابعة للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم اجتماعها الأول يوم الأربعاء بشأن مباراة إياب نصف نهائي كأس الكاف بين نهضة بركان واتحاد العاصمة وأجمعت على القرارة التالية خسارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية دون رد مع إحالة الملف على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأذيبية الإضافية المحتمرة على يعني عاتق اتحاد العاصمة الأخبار هذه كلها كذب في كذب وراء أساس لها من الصحة لأن الكاف لن تعلن عن أي قرار ولن تعلن عن أي شيء ولن تحدد مصير المباراة لأن التاس هي من ستخرج بالقرار الرسمي والذي سيطبقه الكاف بحذافره يعني القضية مراش قضية الكاف القضية رح قضية عند التاس الزي كرام والتاس هي اللي رح تخرج ببيان عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيفا ما هي القرارات التي اتخذتها التاس وتاس يعني لم ترفض طعن الجزائر وإنما رفضت طلب الاكتحاد الجزائري للكونفيدرالقدم لتجميد البطولة الإفريقية حتى يتم النظر في قضية قميص نهضة بركان هذا كل ما في الأمر على الزاكرة والأخبار للدراهات الدول في الفترة الأخيرة لا أساس لها من الصحة واتحاد العاصمة لم يخسر بثلاثية نظيفة لحد الآن وما كانش أي قرار أو بيان رسمي يؤكد باللي أنه اتحاد العاصمة في المباراة الثانية يعني في الملعب المغربي في ملعب نهضة بركان خسر بثلاثية نظيفة المباراة تم إلغاؤها ولم يتم تحديد مصير هذه المباراة وحسب مصادر محلية أكدت باللي أن الاتحاد الجزائري للكونفيدرالقدم يؤكد أن الرفض التي أرسلتها المحكمة الرياضية يتعلق بالقضية الاستعجالية المرفوعة الأسبوع الماضي كما تشاهدوا في هذه البيانة ظهر أمامكم والفاف كانت قد طالبت بإيقاف المنافسة الإفريقية قبل مباراة العودة بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي والفاف كانت تدرك أن طلبها سيقابل بالرفض لأن المراسلة تمت في نهاية الأسبوع ولا يمكن للمحكمة أن تعالج القضية بتلك السرعة وطلب الفاف كان مناورا من محامي الدفاع للضغط على المحكمة الرياضية الدولية حتى تعالج الموضوع بدقة وبسرعة وتنصف الجزائر في حكمها وقضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي لا تزال مستمرة على مستوى المحكمة الرياضية الدولية وأمهلة الكاف إلى غاية 3 مايو للرد حوله يعني ذلك القمس وكيفاش قبلاته حسب هذه المصادر وأيضا بالنسبة للبدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة اليوم أكد على أنه لم يتلقى اتحاد العاصمة أي مراسلة من الكاف أو المحكمة الرياضية الدولية بخصوص الموضوع لحد الآن يعني كل الأخبار التي ستدور في الفرات الأخيرة على أن اتحاد العاصمة أخسر بثلاثية نظيفة لا أساس لها من الصحة والطاسة هي التي ستخرج بالبيان وأيضا القرار الرسمي وفيما قلت لكم يتأكد لنا أن كل الأخبار المتداولة كذب في كذب ولا أساس لها من الصحة وطبعا موعد يعني الإعلان عن القرار الرسمي رح يكون بعد 3 مايو عزيزي كرام لأنه 3 مايو هو آخر مدة وآخر يعني أجل بهالكاف يعني توضح للطاس ما حدث في مورات اتحاد العاصمة وكذلك أيضا يعني نهدت بركان قضية شائكة وستكون عزيزي كرام الرد الرسمي حول هذه النقطة بعد 3 مايو ممكن في الرابع أو الخامس مايو كحد أقصى بالنسبة للخبر الموالي عزيزي كرام اللاعب الفرانكو الجزائر ريان شرقي نال رسمية جائزة أفضل لاعب الأمال هذا الموسم في الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التولي وهذا اللاعب كي راح يمثل لمنتخب الوطني الجزائري ستكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري أما بالنسبة للاعبي محترفين رسميا النجمة الدولي الجزائري ونجل باللومي لقب بالساحر في الدوري البرتوغالي وتواجد في التشكيل المثالي للدوري البرتوغالي للأسبوع الـ 31 كما تشاهدون هنا أمامكم بتنقيط 8.11 من ضمن عشر أما بالنسبة للخبر الموالي والأخير رسميا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتخذ خطوة ضد اللاعبين المسلمين في الدوري الفرنسي خطوة صراحة مؤسفة وكذلك أيضا مقلقة وتريد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التضييق حول هؤلاء اللاعبين لأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم أكد بل لأنه منع اللاعبين بصفة عامة وليس فقط المسلمين ولكن كانت هذا البيان دامت من أجل اللاعبين المسلمين حيث منعتهم من ارتداء السرويد الداخلية التي تغطي الركبة من أجل سترة العورة وفقا لتعاليم الدين الإسلامي وتحجج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأن ارتداء السرويد الداخلية يمثل علامة مرئية واضحة للانتماء لأي دين أو مذهب يعني سابقا كانوا يمنعوا اللاعبين بهم يصوموش شهر رمضان الكريم وحاليا ما يلبسوش هذا السرويد الداخلية لتغطي الركبة ومعنا نشعر في المستقبلا ومش رح يكون هذه كلها زي كرام جاءت من أجل التضييق على هؤلاء اللاعبين وسقطة كبيرة يسقطها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كما قلت لكم وانعنا بيها نفضل الدور الإنجليزي الممتاز ما عندوش مثل هذه القرارات التعسفية ما عندوش أيضا ميوله لبعض اللاعبين وبعض الأديان لأنه رون نشوفوا الدور الإنجليزي الممتاز دائما ما كان يعني الأول في افتتاح الملاعب انتاعوا الأندية الإنجليزية كانت دائما ما هي الأولى في افتتاح الملاعب انتاعبه يديروا إفتار المسلمين وكذلك أيضا يديروا صلاة جماعية في بعض الملاعب حتى الأولترافورد عزيزي كرام سابقا دار إفتار جماعي وداروا حتى صلاة التروح في الملاعب فدور الإنجليزي الممتاز أن نشوفه أرحم بكثير من جميع الدوريات الأخرى ولكم التعليق حول هذا الموضوع وكان هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا